مرة أخرى تدق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حذرة من تصاعد كبير في عدد الإصابات بالسرطان فلنتابع العالم يواجه موجة مد مرعبة لمرض السرطان وتقييد استهلاك الكحول والسكر يستحسن أن يتم التعامل معه بجدية أكبر تحذير أطلقته منظمة الصحة العالمية مؤكدة تشخيصها 14 مليون حالة جديدة سنويا عدد من المتوقع أن يزيد إلى قرابة 20 مليون حالة سنويا بحلول عام 2025 صندوق أبحاث السرطان العالمي يقول إن هناك مستوى جهل خطير لدور النظام الغذائي في الإصابة بالسرطان ففي بريطانيا مثلا يمكن تفادي ثلث عدد الإصابات عبر الحفاظ على وزن سليم وممارسة الرياضة يبدو أن الدول النامية هي التي ستتحمل العبء الأكبر من الحالات الإضافية ففيها تشخص سنويا قرابة 5 مليون حالة بمرض السرطان وأكثر من مليوني حالة بمرض نقص المناع المكتسب وقرابة 800 ألف حالة بمرض المالاريا وتحصل هذه الدول على تمويل لمكافحة مرض الإيدز بقيمة تزيد عن 6 مليار دولار فيما تخصص لمكافحة المالاريا قربة مليار ونصف المليار دولار بينما لا تتعدى قيمة تمويل السرطان 170 مليون دولار بالرغم من أنه الأكثر انتشارا ويتم تخصيص 90% من هذه القيمة لحملات الوقاية من التدخين فقط المصادر الرئيسية المساهمة بالإصابة بالسرطان الذي يمكن الوقاية منه هي التدخين، العدوى، الكحول والسمنة والخمول الإشعاع سواء من أشعة الشمس أو الفحوصات الطبية أغلب المشاركين في استفتاء أعده صندوق أبحاث السرطان العالمي لا يدركون مدى قوة الارتباط بين النظام الغذائي والإصابة بالسرطان ويعتقد ثلثهم أن العامل الأبرس في الإصابة بالسرطان هو عامل الوراثة بينما لا تتعد في الواقع حالات السرطان الوراثية العشرة في المئة من عدة الحالات المشخصة سنويا دي علاء بزاد دويهي العربية